السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة علي تيك. معكم علي النجار من القناة. النهاردة هنعمل الفيديو اللي كنا وعدناكو به هنعمل بتاع دل خمسة وخمسين سبعين عشان نحل المشكلة اللي فيه من صوت الفان العالي والاداء المخفض للجهاز جدا. اول حاجة هنخش على بتاع دل عشان ننزل اخر بتاعته. ونعرف بتاعتنا ايه? ونسطب عليه. هنخش على موقع دل بالخبوات دي زي ما احنا كتبين كده. في تحت الجهاز حاجة اسمها ياريت كلكم تكتبوها. تنقلوها. نجيبها. دي ايه واحدة مليني بعد. اذنك يا سيد محمد يا بشمانس محمد. بتاعنا اتش كيو. تامانية اف زيرو اربعة اتنين. محدش نفس السيرفز تاك ده عنده يا جماعة. السيرفز تاك ده بيبقى مكتوب تحت اللابتوب على الاستيكر بتاعه على المودل نمبر مكتوب سيرفز تاك. هنا جاب لي خمسة وخمسين سبعين. اه ادي السيرفز تاك اللي انا كتبه هنا هو. هننزل تحت هنا هنختار بتاعنا وده اكيد لازم ما ينفعش تختار حاجة تانية. هختار. تمام? خش على هنا اعمل له داونلود. اه هعمل له داونلود. تمام شكرا. اه لو حبينا نشوف اه هنا اخر دي كل الفرجانات اللي نزلت. نقدر نعرف الفرجان بتاعتنا من هنا ستارت. واكتب سيستم انفرميشن. سيستم انفرميشن اختاره. لو بصينا هنا هنلاقي واحد واربعة. بتاريخ كمانية تسعة الفين وسبعتاشر. وده تاريخ قديم جدا واحد بوينت زير واربعة. تقريبا اتلاشة. ما عادش موجود. فيه تلاتة ارجل نزله بعديها. في واحد كمان. يعني البويس من الاخر كده دي اول طلع من المصنع قديمة جدا. البويس دي بتاريخ اتنين وعشرين اكتوبر الفين وتمنتاشر. بالنصائح اللي انا مقدمها لكم ان لازم مصدر الطيار الكهرابي متوصل والبطارية تكون على الاقل لتسئين في المية. لو عندكم لازم يا جماعة تغيروا تفكوا الباسورد بتاعه. تمام? لو عندكم يا جماعة لازم تفكوا الباسورد بتاعه وترجعوه طبيعي عشان احتمال بتاعه يتغير وما تقدروش تستخدموه. آآ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتحه. هنا بيقول لك الابديد بيديك تحذيرات. الابجريد بريدوس يور سيستم والرستارت بفور كونتينيو كلوز اور اوبين ديكيومنتيس اند اجزت اور رانينج ابليكيشن. طبعا انصحكم ان انتم توقفوا الابجريد بوز وابجريد بوز سيكورتي. عفوا اعمل بوز كمان للسيكورتي. بوز بروديكشن. انتل ريبوت. وفضل لو تعمل له كمان لو ينفع. فيش اجزايت. تمام. بيقول لك اقعد قاطع المسألة تماما او تفصل بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله اقول له اكيه. هنا بيقول لك ان هو بيحدث من واحد زيرو اربعة واحد تسعة واحد زيرو تمانية نتوكل على الله اوكي. الابديت هيخلص اه دلوقتي ورجعنا لكم بعد ما اللاب توب طبعا مش اللاب توب اللي انا شغال عليه ده. انا بعمل الفنش على تاني. احنا رجعنا لكم بعد ما اللاب توب عمل للبويس. وبعد ما عمل للبويس جميع مشاكل اللاب توب بتحلت من حرارة. اه صوت اه مروحة اداء في الجهاز كل حاجة بقت تفوق الخيال بصراحة فرق رهيب جدا في الاستخدام. اه هنعمل كمان فيديو لتركيب الهارد الامتو. الاس اس دي اللي شفتوه فيديو قبل الفيديو ده انتظرونا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للفيديو. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.